قرار 661 الحصار الشامل الذي وصفه المتحدث باسم المزارة الخارجية الأمريكية بأنه يعني الأكثر قسوة والأكثر شمولاً في التاريخ وفعلاً بهذا الوصف قرار مجلس الأمر رقم 661 في السادس من آب 1990 قرار مجلس الأمن أن تمنع جميع الدول من استيراد أي من السلع والمنتجات التي يكون مصدرها العراق ويمنع تحويل الأموال للقيام بهذه الأنشطة كما قرر منع أي عمليات بيع أو توريد إلى العراق وأن تمتنع جميع الدول عن توفير أي أموال أو موارد مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق أو لأي مشاريع تجارية أو صناعية أو لأي مشاريع للمرافق العامة في العراق تعمل جميع الدول بدقة بهذا القرار بغض النظر عن أي عقود تم إبرامها قبل هذا التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر